لعل أبرز التحديات التي تواجه حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هي إبعاد العراق عن الصراع الأمريكي الإيراني المتصاعد بين الحين والآخر والذي اتخذ من البلد ساحة للمناوشات المتكررة وبلغ ذروته بمقتل قاسم سليماني لا شك أن المتابع للمشهد العراقي يدرك أن الكاظمي بصدد إيجاد نوع من التوازن في الصراعات الدولية والإقليمية حيث أكد ويؤكد أن السيادة خط أحمر ولا يمكن المجاملة على حساب العراق لرئيس الوزراء العراقية أهمية في طبيعة خلق نوع من التوازن بين الصراعات الدولية والإقليمية لكن الأهم من هذا أنه تمتلك هذه الدول كأمريكا وإيران جدية في إنجاح هذه الحكومة إن كانت بالفعل داعمة لهذه الحكومة وتدعي هكذا فمن المفترض أن تهيئ الأرضية وإلا العراق واليوم هم متأثر أكثر بما هو مؤثر في السياسات الخارجية متابعون ومختصون أكدوا أن الكاظمي الذي يمتلك دعما دوليا كبيرا يستطيع أن يلعب دور الوسيط بتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران معتبرين أن هذا الدور من شأنه أن ينعكس إيجابا على الوضع العام في العراق سيد كاظمي إذا لعب دور الوسيط واستطاع أن يقرب وجهات النظر ما بين هذين الطرفين أكيد هذا الموضوع سوف يأتي بثماره وينعكس إيجابيا على الوضع الأمني في العراق وكذلك على الوضع الاقتصادي لأنه مثل ما نعرف أن العراق أصبح ساحة للصراعات ما بين هاتين القوتين منذ 2003 إلى يومنا هذا وانعكس هذا سلبا على الوضع الاقتصادي والوضع الأمني في العراق في العراق يعتبر اللاعب الخارجي مؤثر في العملية السياسية والقرار العراقي على جميع المستويات وسط تعثر واضح للأحزاب السياسية المحلية إلا أن حكومة الكاظمي ومنذ لاحظات مخاضها الأولى أثبتت قدرتها على إنهاء التدخلات الخارجية